اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وأهلا وسهلا بكل يلي انضمونا الآن عبر قناتكم الأردن اليوم نظم فريق المبادر للتحمل اسم لما بيلزمك بيلزمنا حفل خيري يهدف لدعم مرضى السرطان والأسر المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمشاركة هيئة شباب كلنا الأردن شهد الاحتفال حضور عادة كبير من الدعمين والمتطوعين نشوف مع بعضها الفعالية بهدف تقديم الدعم لمرضى السرطان والأسر المحتاجة أقيم تحت رعاية وزارة الشباب وبمشاركة هيئة شباب كلنا الأردن حفلا خيريا بتنظيما من القائمين على مبادرة اللي ما بيلزمك بيلزمنا زي ما انتم شايفين متواجدين حاليا نحن مركز حسين الثقافي برأس العين بوجه شكر لعطوفة عبدالهادي راجل مجالي اللي أمننا المكان اللي نعمل فيه الاحتفال الاحتفال راح يكون هو الدعم لمرضى السرطان والأيتام والاحتياجات الخاصة متلازمة داون زي ما انتم شايفين راح يكون متواجدين معنا لسه في مجموعة كبيرة راح تكون متواجدة فيه فقرات ان شاء الله راح تنالي عجابك وعجاب الجميع راح يكون فيه معنا مبادرات تطوعية هدفنا انه نركز على الأعمال التطوعية نشجع الشباب يتطوعوا ونكون كنا ايد وحدة مش مبادرة وحدة وتحت اسم معين يعني كنا نكون ايد وحدة الاحتفال راح يكون طبعا برعاية معالي وزير الشباب المهندس حديث الخريشة راح يكون فيه نواب راح يكون فيه شخصيات مهمة طبعا فريق صدرد وفنانين ان شاء الله البرنامج راح يكون متش كثير بتمنى انه نظل ندعم الاعمال التطوعية ونشجعها بالبلد وشهد الحفل الخيري حضور نخبة من الفنانين والدعمين وعدد من المتطوعين الشباب ومشاركة عدد من الاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني يعني هي مبادرة خلاقة نابعة من روح الشباب من توصيات جلالة الملك المعظم على تفعيل دور الشباب بالمجتمع الأردني شيء جميل جدا انك تشوف شباب أردنيين متحمسين لروح المبادرة لمساعدة الفقراء للعناية بمرضى السرطان لزيارتهم وتوزيع الهدايا عليهم شيء جميل جدا انه يكون فيها الانجاز العظيم يعني الشباب الأردني معروفين دائما بانجازاتهم بروحهم الخلاقة بوضع بصماتهم على كل مناحي الحياة الاجتماعية أحييهم من كل قلبي لأن هذه البؤرة الجميلة التي استطاعت أن تنجز اليوم هذا الانجاز شهاد تعلق على الصدور بأنهم كانوا على قدر أهل العزم وعلى قدر المسؤولية وأتهدف مبادرة لمبيلزا مكبيل زمنة والتي جاءت كفكرة من شاب متطوع إلى تمكين الأسر الفقيرة ومرضى السرطان ودعم المحتاجين وتأهيل مصابي متلازمة داون كمبادرات مجتمعية تطوعية طبعا منشكر المبادرة اللي ما بيلزمك بيلزمنا صارهم ثلاث سنين عم بيشتغلوا بها المبادرة ومتواصلين قديش رسموا بسمة على وجوه أطفال مرضى بالسرطان وناس محتاجين وناس من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة منشكر شبابنا على هالأفكار على هالروح الحلوة اللي بتنمي عندهم العمل التطوع